مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلسي ايه متبيع عقبار من ابداو متنساوش تعملوا لايك الفيديو تشتركوا بالقناة مش تصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة تعزيزات امنية كبيرة في الحميزية والعامرة من ولاية تسفيقس وبداية اتخاذ قرارات سارمة في حق فرقة جنوب الصحراء اكدت مصادر اعلامية منذ قليل عن تواجد تعزيزات امنية كبيرة من منطقة الحميزية والعامرة من ولاية تسفيقس وذلك من اجل اجلاء افارقة جنوب الصحراء بالحافلات الى الحدود بتباعة كما قاعدين تشاهدوا في الصور هذه صور حصرية ويذكر بان رئيس الجمهورية قاسي سعيد اكد لدى اشرافه على اجتماع مجلس الامن القومي مساء امس الاثنين ان ما يحدث في معتمدية العامرة من ولاية تسفيقس امر غير مقبول مشددا على ان تونس فعلت ما يمكن التفعله بخصوص المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء بناء على القيم الانسانية وبناء على ان هؤلئك ضحايا واكد رئيس الجمهورية قاسي سعيد على ان تونس لن تكون ضحية لمن دبروا لان تكون مقر لها ولن تكون معبرا ولا مستقرا مشددا على انه لا يمكن القبول بوجود اشخاص خارج القانون في تونس وبخصوص المنظمات المتعلقة بالهجرة وصف سعيد بنيتها الغير البريئة وانها لن تقدم لتونس شيئا على الاطلاق كما قد ينتسموا هذي كلمة رئيس الجمهورية قاسي سعيد واتخذ قرار نهار الاثنين البارح واليوم صار التطبيق وكما قاعدين تشاهدوا في الصور من الدولة ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي تعزيزات كبيرة ياسر في ولاية اسفاقس كذلك حفيلات متواجدة بشيقوموا بنقل الافارقة الى الحدود وهم بعد خويا يتصرفوا يدبروا روسهم يرجعوا لبلادهم يرجعوش هذي كحاجة تحصهم هما معليك نقول في اخر فيديو تحية كبيرة ياسر رئيس الجمهورية قاسي سعيد خطر ملف كما ذا ملف اختير ياسر ماشي انه يستوطنوا عننا الافارقة ومع الوقت عام بعد عام يكثروا اكثر واكثر اللي برشا عباد خرجوا وحكاية وقالوا اكثر من الزمنين معناه موجودين في اسفاقس افارقة معناه تغفل الهم خمس سنين يقولوك خمسة ملين اربعة ملين بلعب وضحكة ودون اللي يجوه من الافريقيا ويحبوا تعلقوا فيما خاصة الموضوع ذا وهكا نكونوا سننا الى نهاية الموضوع